إنه قالت في البداية الحقيقة، وذكرتنا بشيء لا نحب أن نتذكرها كثيراً، لكنها حقيقة حقيقة الموت الذي يفاجئ الناس كلها وليس محترم لا يختار المحتاج الموت، لا يختار المحتاج للموت يفاجئ الناس والحقيقة من الأجزاء التي لا نحب أن نتذكرها ما الذي نملكه في هذه القصة؟ ما الذي نملكه في قصة العمر؟ الحقيقة، الحاجة الوحيدة التي نملكها في العمر هو اللحظة الآن رب المجد، وكل المجد، يستخدم خصوصاً في البشارة بتاعة يوحنا تعبير الآن وكان دائماً يفرسل حكتين من بعض كان يتكلم على تأتي ساعة لا يقول أيها إمتى لكنه كان دائماً يقول تأتي ساعة وهي الآن وعنز الناس تفهم فكرة الآن لأن هذا هو الحاجة الوحيدة التي نضمنها الصحاح الرابع والخامس من إنجيل يحنى يتكلم عن الساعة الآن الساعة وساعة الآن من أول الصحاح وهو يتكلم حتى في الصحاح الثاني يتكلم ساعة لم تأتي تكلم أكثر من مرة عن الساعة لكن في الصحاح الرابع والخامس واحد فيهم كان يتكلم عن السامرية والثاني الذي سأرى ما حضرتكم كان يتكلم عن الفرق ما بين تأتي ساعة وتأتي ساعة وهي الآن في كلمة الله الأصحاح الخامس من بشارة يحنى عدد أول عدد أربعة وعشرين تأتي الوعد الجميل الوعد ثلاثي جميل الناس لا يأخذ بالها منه يبخصارها وعد ثلاثي جميل يقوله رب المجد ويقوله دائماً لما رب يتكلم يقول الحق الحق يبت خل بالك كل كله كله حل لكن يقولك الحق الحق خل بالك عدد أربعة وعشرين من إنجيل يوحنى الأصحاح الخامس الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن إن الذي يسمع كلامي ويؤمن يؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية لا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة له حياة أبدية لا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان لا تتعجب من هذا فإنه تأتي ساعة في واحدة ساعة جاءت الآن لكن تأتي ساعة فيها يسمع الذين في القبور هذا لا يتكلم عن الأموات يتكلم عن الأموات المدفونين تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات وهو آصد يستخدم كلمة لفعله غير كلمة عمله للسيئات إلى قيامة الدينونة أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني يا رب النهاردة في هذا الصباح افتح عينينا كلنا على الساعة الآن افتح عينينا كلنا على هذه اللحظة سيدنا الرب وافتح قلوبنا أيضاً وافتح قلوبنا وعقولنا لنطلق كلامك لك الإكرام لك الحمد لك السجود أمين أمين لما كان يتكلم مع المرأة السامرية في هذا اللقاء الرائع الذي عمله مخصوص في رحلة عملها مخصوص ويقول عنه الكتاب كان لابد أن يكتاز السامرة لا يوجد شيء كان يتكرهه لا يوجد شيء كان يتكرهه أبداً أنه يمر في السامرة إلا أنه كان عاوز يمر على هذه الستة لأنه هو هذا اللي أكرم المرأة هو هذا اللي أكرم المرأة لأن هذه الستة بالذات يعني الثقافة في ذلك الوقت امرأة سامرية تنجس قرية فامرأة سامرية خاطئة تنجس قرية هو رحلة لها مخصوص كان لابد أن يكتاز السامرة في لقاءه رائع هو بيكشف لها عن ذاته الحقيقة مكتوب بعد الإصحاح الثالث الإصحاح الثالث كان فيه لقاء مع شخصية في قمة المجتمع نيكوديموس وكان جيّله في الفلسف وفكر يقول له أول كلمة نحن نعلم وطلع في الآخر ما يعلمش حاجة وبعد كده اللقاء اللي بعده تقابل مع هذه المرأة اللي رح لها مخصوص وأنا بحط قدام الإصحاح الثالث عدد من ترنيمة عشان تعرفوا أن أنا منتمي إلى فريق الترنيم وحط واحد بعدد تاني في الإصحاح الرابع أقول في الإصحاح الثالث كل عالي ينحني وحطه في الإصحاح الرابع وكل مهدوم يتبني لأن هنا بتقامل مع الست عشان يبنيها فهو ماشي معاها وحتة بحتة وبمنطها الاطضاع وهي عندها هذه المفاجأة من هذا الرجل اليهودي اللي بيتكلمها وحالتها الجوانية وصلت لغاية حتى كده أدركت أنه شيء غير عادي فقالت له أرع أنه كان نبي بعدها على طول سألته السؤال ونحن لا نعرف سألته السؤال فيه الغالبية وهو سؤال أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أنه في أورشاليم ينبغي أن يسكت هناك صنفين من الدارسين يقولون عندما جاءت عندي نبي كان عندها أشتياء تعرف هو العبادة الصحيحة كيف يعني هذا إحساسها عندما جاءت عن كلمة أنت نبي قال لي العبادة الصحيحة كيف أنا أريد أن أتعبد أريد أن أتعبد صحيحة والذي قال هذه الكلمة أو المفسرين الذين يقولون هذه الحتة هم الأخلية لكن يقولون احتمال أن الستة كانت عاوزة تعرف من هذا النبي عاوزة تعيش صحيحة عاوزة تصلي عاوزة تتعبد لي عاوزة تسجد لي فأقول أباؤنا سجدوا في البرية هو هناك أو هنا هنا أو هناك تسأل هذا يعني بدافع أنها عاوزة تعرف هي تسأل في محاولة الهروب اللي نحن نعمله كلنا عندما يتزنق أو عندما يتحكي مع واحد وتزنقه أو لي الكلام يزنقه ليس أنت اللي تزنقه الكلام واروح الله يحصره أنت فين من العلاقة الصحيحة مع ربنا يروح نائل مباشرة على موضوع إحنا وإنتم على طول يروح نقطط من القصة على كنساتنا وكسنساتكم عندكم أو عندنا بتعملوا إحنا ما بنعملش ونطلع من برا قصة أنا قصتي أنا إلى برا قصة أنتو وإحنا ونخلي ودي أحسن أحسن حاجة تتوه أجدع حد أنه منين ما يوصل لنقطة ويحس فيها بتبكية الضمير وأنه لازم ياخد قرار يهرب للمجموعة يهرب ما عندكوش وعندنا وعندنا وعندكوش ففي القصة في حت طبعا أنا عايزة أسجد نسجد هنا ونلقى رب المجد قال لها تأتي ساعة وهي الآن وتأتي ساعة قال لها يا أمرأة صدقيني أنه تأتي ساعة مش عرفها أنت لكن تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشاليم تسجدون للآن يعني بمعنى آخر هيدي الساعة هتنتهي فيها قصة قصة الأماكن هي بدأوله على المكان أنا عايزة أروح أروح حتى صح عايزة أصلي في حتى صح هنا ولا هناك قال لها في ساعة جاية تنتهي قصة الأماكن الله روح ما لوش شرق وغرب ويمين وشمال الله روح تأتي ساعة أنت مش عرفاها والناس ما عرفوهاش لكن اسمعي تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون اللي عايزين يتعبدوا الرب بجد اللذين يسجدون لله بالروح والحق الناس اللي تستقبل الإعلان الحق الناس اللي بيعمل فيهم روح الله بيتقابلوا مع الله وهي الآن تقدري من دلوقتي تقدري من دلوقتي يكون لك علاقة صحيحة مع مع الآب مش فكرة فين مش فكرة أي مكان لكن فكرة بتصلي لمين مش مع مين ولا فين فكرة بتصلي لمين والله طالب مثل هؤلاء الساجدون بالروح والحق الحق اللي معلن والروح اللي بيشتغل داخل الإنسان فهي ليست قصة أماكن في ساعة الناس كلها يعني في ساعة كل الناس كل الناس هتنتهي الأماكن وسيبقى من الآن من يسجد لله بالروح والحق دي الجزء اللي تكلم فيه في الصحاحة 4 وهو بتكلم عن العبادة من تحت الفوق أن العبادة من تحت الفوق ينبغي أن تكون بالإعلان بالروح والحق يجي في الصحاحة اللي بعد كده يتكلم على من فوق لتحت فبيقول كده بقى مش للست دي بس لكن بيقول للناس بيقول للناس تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون دي ساعة دلوقت في صوت من السماء من دلوقت صوت ابن الله بيصرخ بالروح والحق وبيقول الكلام الحلو بتاع مرحلة الفدى والكلام الحلو بتاع مرحلة الفدى مختلف تماما عن كلام بتاع مرحلة الدينونة لكن مرحلة الفدى فيها تعالوا إلي يا جميع المتعبين وصخي للأحمال وأنا أريح ده صوت ابن الإنسان في زمن الفدى اللي يبدأ من الآن من دلوقتي من دلوقتي في صوت ابن الإنسان وبيقول كل واحد فيهم الكلام الجميل الكلام اللي بيقول فيه لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم لكي يدين به العالم بل يخلص به العالم ده الكلام الحل الآن بيقول كده لما دخل بيت لما أعلن الشعار بتاعه بعد ما قابل المذكورة في إنجل لقى 19 زكى لأن نبى الإنسان على روحه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك يا بخت الأزرق وعارف إنه أزرق وسمحوني الأزرق لها تعبير لأنه له قريب أزرق نيلي ومن هنا جاءت كلمة متنيل صحيح متنيل نيلى زرق يا بخت الأزرق المتنيل بالنيل الزرق ولكن عارف إنه أزرق وعاوز يطلع من الأزرق لأن هنا يسمع صوت ابن الإنسان في اللحظة الآن صوت ابن الإنسان الأموات لأن الكتاب واضح يقول كده أنتم اسكنتم أموات بالذنوب والخطايا ففي موت بسبب الخطايا الموت بسبب الخطايا ده لسه ما دخلش القبر فبتكلم عنه كده تكلم عنه أن الميت بسبب الخطايا يسمع صوت الحق صوت الفادي يسمع يحيى والسمع هنا مش بتكلم على مجرد السمع لكن بتكلم على السمع والفهم والإرادة يعني كلنا عارفين حكاية لما المدام معايا النهاردة تطلب منك مثلا شيء وبعدين ترجع تقول لم ألقت لا أعرف أنك لم تكن هذا أقول لماذا ساعد ما كنت أقول لك أنت لم تكن لا لم تكن رجال هنا لا لكل الرجال يا جحنا كل هذا عارفين ما هو ودن من طين ودن من عاجين هذا زمان قوي بعد موقع تلعت لغة التي تتحرك يقول لك ادي له الطرشة هذا على أيام ما كنا شباب يقول ادي له الطرشة ليس كذلك؟ وبعدين دلوقت يمنفض ليس كذلك؟ نحن ماشي لغة تتدرع فمن موقع نطين وعاجين لدي له الطرشة لإيه لمنفض له فده ليس السابع ده ليس يتكلم عن هذا السابع يتكلم على الكلمة التي تدخل وتتفهم وتتقبل وتتنفذ ليس كل الأباء يضربوا الأولاد لما يعملوا حاجة لكي لا يسمعو الكلام لا هم لا يسمعو كلام لكن ما بينه في الزهوش هو يتكلم على كل من يسمع يقبل يفهم يطبق يطلب يطلب الفادي في زمن ابن الإنسان الذي يطلب ويخلص ما قدلك الذي جاء ليرفع الأحمال هو هذا حمل الله الذي يرفع خطيط العالم شاهدة يحنى المعمدان الذي يستجيب مع الآن مع هذه اللحظة يحيو يحيو لكن الآن الآن خناعة بين الإنسان وبين ربنا في خناعة لأن الآن ملعوب فيها الآن اللحظة دي أشهر حاجة ملعوبة في القصة الآن خصوصا لما يكون في لقاء زي كده هو أنه يخلي الآن ليش الآن يخلي الآن بعد آه لسه قري قصة كده لواحد اسمه آه ماك شيء أنا أعلم لكن ليس ماك دونالد هو ماك دعنا نسميه رد بلاك ماك ماك نو بلو كما رجب كاتب لذيذيذ يعني يقول أنه جمع الشيطان جمع أربع قادات الشياطين يعني لأنهم عايزين بها حاجة جديدة كده يعني كدب حاجة كده نولع بها الناس قال أولاني وقف قال إحنا نقول إيه نقول أنه مافيش ربنا مافيش ربهم يعني قالوا لا دي كلام فاضي ودي قديمة لأن كل الناس مطبص يميلها شمالها تعرف أنه موجودة وموجودة وموجودة فهذا ليس نفع الثاني قال بص نقول مافيش سماء يعني مافيش سماء قالوا لا الناس كلها مخلوقين بشيء اسمها إنسان خالد عنده حاجة جواء اسمها الأبدية فهو عشان الأبدية بيرفض فكرة أنه مافيش سماء لا يبعيز زر راح واحد الثالث قال قال مافيش نار قالوا لا ماهما يأتي يناموا يأتي 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 على المخد ضمير يعزب ضمير يعزب يعني فهم أن فيها عقاب يبازن فيها نار لا سنفع هذا في الأخير قال نهاري نهاري بالانجليزي أنا أصي أساسا نهاري ها 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 عارفون نهاري يعني لا وقت للا استعجال بعد بعدين بعدين أشهر بعدين في كلمة الله الرجل الذي اسمه فليكس الوالي منظر جميل أو سفر الأعمال بولوس الذي جاي بولوس محطوط في السجن فأقوله فليكس الوالي يبعث ود من الباحث يقوله هات الود الاسمه بولوس دعونا نسل قليلا يحدث في الأقسام لغاية النهار وليس يسل وبيهم بعدين يخوش وليه يروح داخل يقلم الباشا يقضي يحكي معه يقضي يحكي لنا كده يقضي يحكي عن الباشا فحكي عن الباشا عن البر وعن التعفف وعن الدينونة والباشا ارتعب الكلمة المكتوبة دي ارتعش بشكل واضح اترعش بعدين في يوم من الأيام اشهر النصح تأخذ الابو بعدين ويقول بعدين يقول افضل واحد احسن واحد رغبة فاني اغير مش عارف ايه رغبة اني ألبس مش عارف ايه رغبة اني امتلك مش عارف ايه رغبة اني اكون عندي شهوة مسيطرة علي في الآن الجزء الثاني من فيما بعد هو الحتة التي قال تأتي ساعة والتي لا قال الان تأتي ساعة قال تأتي ساعة هذا هذا الجزء الذي على الفكرة لا يحبون أن يقولون الخدام دولة نكدية، يحبون أن ينكده على الواحد مثلاً، أنا ليس أنا الذي قلت هذا الكلام، الذي يقولون هذا، لا تتعجبوا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع الجميع يسمع جميع الذين في القبور، الذين ماتوا، كل الذين ماتوا ثم صوت ابن الإنسان يسمع المرأة الثانية، والذين سامعون أن يظهروا لماذا؟ ليس للدينون، يظهر للدينون بالمناسبة نحن رنمنا أيضاً نمنم، الذي هو نمنم، أكرم، طلعت الشعير منصور، رنم، ونفضل نغرني لك ونعيد بمجيئك، صحيح عندما يأتي الرب الذي قبله الآن، سيكون استقبالهم ليه؟ جميل، ولكن العلمكم، نحن لا نفعل ذلك، ونفعل ذلك، يسوع الحلم، لا، كله سيوطي، كله سيزجد، ستكسو باسم يسوع، كل رقبة، لكن هناك ناس ستوطي بحب، وهي تعيد، وتسبح، ولكن هناك ناس ستوطي برعب، وتقول للأكام، ستوطي علينا، وللجبال رطينا، لأنه هيجي، ولما هيجي هنعيد، هنكون موطين، كلنا نكون موطين، يحنى لما شافه، يحنى الرأي لما شافه في السف، وقع عند رجليه كمان، كمان، مقدرش يقف، من جلال، يسوع الحلو اللطيف، اللي يشوفه في الصور، ويقول بابا يسوع وكده، ده بتاع مرحلة، لكن فيه مرحلة تانية، كله، كل الركب، أنا بحب الآية دي بشكل، وبحب أتخيل الركب، كل الركب، كل ساعات البشا، وساعات الباوس، والفخمات، والسادة الملوك، والسادة، والسادة أعضاء مجلس الشعق، كله، 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 ستكسو باسم يسوع كل رجبا، لكن فيه ناس بتكسو، بحب، تعيد لمجيه، بحب، بفرحانين لمجيه، لذلك هو يقول، هذا الجزء سيأتي هنا، كما أسمع قدين، ودينونتي عادلة، ليه وجهين، ليه وجهين، ليه وجهين رب يسوع، يسوع المخلص الفادي، الآن، ويسوع الديان، وهتقبله، هتقبله، يسوع ليس هتقدر تستخبى منه، هتقبله، هتقبله، يتقبله يا فادي، يتقبله كديان، ليستحسن تقبله كفادي، الصورة الحلوة، الجميلة، فادي النهارة، تأتي الساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الإنسان، والسامعون فيحيون، ليس كفاية تأجيل، ليس كفاية تقييم للآن، بأي شيء تفتكرن لي قيمة أكثر من حياتك، لأن حياتك لا تملك فيها أيها الحبيب إلا الأهل، ليس كما سمعنا، كما نعيشون، أيها الأحبة، لا أعرف حضرتكم، أحد الشباب لا أعرف أن الناس يقفون من هذه الخصة، وأنا شخصياً سأقف في يوم من الأيام، وفي لحظة من اللحظات قدام الرب، هذه هيباني ما نختارناه، والتي جاءت ليس لحظة اختيار، والتي جاءت هيباني ما نختارنا، دلوقتي لحظة الاختيار، وانتهى الإرادة الحرة، ليس سنزق أحد، وليس سنضغط على أحد، وليس دورنا لنزق أحد، ولا نضغط على أحد، ولا نقول له، عمل معروف، اقبل المسيح، أنت اختار لحظتك الآن، اختار أن تقيم قيمة، هل نفسك في تغيير يصنع معنى للحياة؟ هل نفسك في إنارة للحياة، وإنارة للخلود؟ هذا اللي قال له رسول بولس لتميساوس، الذي أنارة لنا الحياة والخلود، فالخلود ستعيشه كم؟ مرتبط بالآن، هل تقدر أن تقول له اليوم؟ لم أكن كنت على الفكرة، لم أكن كنت، لم أكن من أين كنت، لابد أن تكون الآن ملكة للسيد، اللحظة تكون ملكة للسيد، لم أكن كنت، لم أكن أنت مؤمن، عرفت المسيح من عشر سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة، هذه اللحظة تلك المسيح الآن ثانية، تقدر أن تكون ملكة، ويغير، لأنه الذي يسمع صوته بياحيا، هذا هو كلام، هذا مشكلان، لكي نجلب سرط الدينونة، وهي الجزء القاتم، ولأنها مكتوبة، أكثر أحد يتكلم عن الدينونة، والظلمة الخارجية، والبكاء، وصرير الأسنان، والدود الذي لا يموت، يسوع، ليس الناس، ليس الوعانس، يسوع تتكلم عن هذه الأشياء، يمكنك اللحظة الآن، دعيك شجاية، اليوم، ويعترف على ما لديك، يقول له، أنا أريد أن أسمع صوتك، وأسمع، وأسمع، وأخذ حياة، أنا أستسمحكم، الذي راغب في أن يفعل ذلك، ليس لكي شيء، ليس لكي شيء، ليس لكي شيء، يبدأ، يأخذ قرار، يصلم نفسه، ويقف، أو يقف، إذا كان يحب يقف، وفي مكان، ونحن، ونحن، ويقول له، أنا نفسي أتوب، أنا نفسي أتوب، هو أنا ناسي اللي أنا فيه، أو أنا متناسي لغرآن ديه، أو أنا بالنسيان مضروب، أو أنا حابب ظلمتي، ونايم على خطيتي، وبتفنن في الهروب، أو أنا حاسس أن أنا كبير، والكبير ما يقولش أنا غلطان، ولا يبان كأنه إن شيء مغلوب، بس أنا تعبان، أنا تعبان، ورحت ولا جيت، واستخبيت، أحط رأسي أنام، ما أقدرش أنام، ويوجعني ضميري من تقل الزنوم، يبقى لاسم أتوب، زمان كان فيه إنسان، توصف قلبه إنه على حسب قلبك، واسمه دوود، وقع، ومش بس وقع، ده غلطته عدت كل الحدود، وأنا زيه بعترف أنا مش منه أفضل، ده أنا ممكن أقع، وأتشنك المنالية نفس العينين، وبمشي وراه، وأنا كمان في الفراغ موجود، بس أما سمع صوتك فاء وقاب، ونفض عن روحه التراب، رجع له ضميره، الذي كان من فترة غاب، فترمى في عرض رحمتك وتاب، وأنت في محبتك، وأنت في محبتك سترتلت كل العيوب، وأنا النهاردة الآن، أنا النهاردة الآن، بجيلك في اللي عندك مكتوب، غني في المحبة، وفي محبتك، حطيت كل خطايا على ابنك المسلوب، وغني في النعمة، وأنا يكفيني إن أنا فيها، وأنا لسه ليك ابن محبوب، وغني في الرحمة، وأنا في عرض رحمتك، بترمي في حضنك وتوب. رحمة الله صلى الله عليه وسلم.